أعربت الكويت عن تقديرها لدور الأطراف الموقعة على الاتفاق المنشط للسلام لحل النزاع في جنوب السودان متمنية انضمام الأطراف غير الموقعة إلى ركب السلام جاء ذلك في كلمة الكويت خلال جلسة مجلس الأمن حول جنوب السودان التي ألقاها نائب المندوب الدائم لوفد الكويت لدى الأمم المتحدة المستشار بدر منيخ حيث أعرب عن تطلعه بأي أسهم الاتفاق في فتح صفحة جديدة مبنية على المصالحة والعدالة وإعادة البناء مشيرا إلى أن السمرار نزوح مليون وثمانمائة ألف من سكان جنوب السودان وتواجد مليونين كلاجئين في دول الجوار يعد مبعثا للقلق إضافة لمعاناة شرائح كبيرة من انعدام الأمن الغذائية